السلام عليكم رفع عداد الكهرباء إلى ما دفعتش الفاتورة في هذا التوقيت يتفاجأ بعض المواطنين برفع عداد الكهرباء لأنهم لم يسددوا فاتورة الكهرباء في خلال فترة معينة تبقى للقانون وتحذر وزارة الكهرباء من تراكم الفواتير دون سداد لأنها ستقوم برفع عداد الكهرباء عن أي مشترك حال عدم سداده قيمة فاتورة الكهرباء إلى شهرنا من التالين وسيتم تركيب عداد بكارت واتقصيد ثمنه على شحن العداد وكان جهاز مرفق الكهرباء قد نشر على صفحته رسميات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن من شروط فصخ التعقد ورفع عداد الكهرباء هو امتناع المشترك عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد أي بعد عدم سداد فاتورتنا للكهرباء وكشف مصدر بالشركة القابضة أن من شروط التعقد مع المواطن أنه يحق لشركة الكهرباء رفع العداد في حالة عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين وتكون المشكلة من عنده وليس مشكلة من المحصل مثلا ولكن شركة التوزيع تسهل على المواطنين وتعطيهم الفرصة للسداد حيث تقوم بتحذيرهم مرة واثنين وفي حالة الإصرار على عدم السداد أو طلب تقصيط المديونية تضطر الشركة لرفع العداد حتى يتم السداد ثم يتم بعد ذلك تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريح سابق لصد البلد أن عدد المشتركين وصل إلى 40 مليون منهم نحو 14 مليون عداد مسبق الدفع و3 مليون كوادي مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على زيادة العدادات مسبقة الدفع سنويا في إطار التحول نحو العدادات مسبوقة الدفع طريقة تحويل العداد التقليدي لمسبوق الدفع التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب تغيير العداد من تقليدي لآخر مسبوق الدفع تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تغيير العداد بها أو توكيل من المالك بتغيير ملكية العداد صورة البطاقة الشخصيات لصاحب العداد موافقة الجهة الإداريات المختصة دفع قيمة العداد مسبوق الدفع وإمكانية التقسيط مميزة عداد الكهرباء مسبق الدفع تمكن المشترك من مراقبة استهلاكه للتيار الكهربائي بنفسه حيث يمكن متابعة استهلاكه من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد توضح لها متقام رصيده الشهري وبالتالي تقسمه على باقي استخداماته اليومية كما أنه يبين للمستهلك نوع شريحة الكهرباء التي سوف يتم محاسبته عليها وبالتالي يمكن له تقليل استهلاكه يوجد أي خطأ عند حساب قيمة الاستهلاك للكهرباء على عكس العدادات القديمة كانت تعتمد على القراءة التي يحددها كشاف أو محصل الكهرباء يمكن شحن العداد بمبلغ مالي بسيط يبدأ من عشر جنيهات وحتى عشر ألاف جنيه في المرة الواحدة عداد الكهرباء مسبوق الدفع لا يسمح بتاركم مديونيات استهلاك الكهرباء على عملاء شركة توزيع الكهرباء يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهورة من شركة الكهرباء بمبلغ مالي بسيط يوجد بعداد الكهرباء مسبق الدفع لما بتحذيريات تساعد المستهلك في معرفة قرب انتهاء الرصيد العداد الكودي في الإجازة والعطلات الرسميات إذا ما انتهى رصيد بالعداد يظل متصل بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للإجازة وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم